أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي نظام المسارات مع لقاء جديد في مادة الفنون واليوم إن شاء الله سيكون درسنا عن الإنتاج في الفن التشكيلي طبعاً هو من الدروس المهمة جداً وهذا الدرس طبعاً يحتوي على الكثير من الموضوعات المختلفة ولكن سنغطي فيه على مدى ثلاثة لقاءات يعني النوعية معينة بس من الإنتاج الفني وطبعاً الإنتاج الفني في الفن التشكيلية بحر ويحتوي على الكثير من الخامات والأدوات يحتوي على الكثير من الخصائص وأيضاً الخبرات لكن سنغطي بعضاً منها ولعلها تكون أهم المجالات وربما يكون هناك ما هو أهم منها نعود الآن إلى الشريحة عزائي سنشاهد أنه عندنا إنتاج اللوحات الفنية فمن المعروف أن الفنانين التشكيليين ينتجون أعمالهم الفنية باستخدام الفرشة والألوان والخامات المختلفة على أسطح تسمى اللوحة يعني أعزائي الطلاب والطالبات اللوحة ليست فقط هي اللوحة المستطيلة أو المربعة المشدود عليها قماش الكامفس وإنما هي طبعاً قد تكون لوحة جدارية وقد تكون لوحة خشبية وقد تكون أيضاً لوحة زجاجية أو من أي أنواع من الأسطح الأخرى يستخدم غالباً فيها طبعاً الألوان بكافة أنواعها الألوان مخصصة لكل نوع من أنواع الأسطح فهناك ألوان مخصصة للمعادن وهناك ألوان للزجاج كذلك فيها ألوان مخصصة للخشب وللجدران والكامفس أو على الورق كل نوع من هذه الخامات له ألوان خاصة بعض أنواع الألوان يمكن استخدامها على أكثر من نوع من أنواع الأسطح المختلفة ولكن لعل من أجمل وأفضل أنواع الألوان هي الألوان التي يمكن للفنانين استخدام الفرشة فيها والتي يقوم الفنان فيها بخلط الألوان مع بعضها البعض حتى الحصول على اللون الذي يريده الفنان وكذلك على الدرجة اللونية التي يريد الحصول عليها طبعاً لا يأتي هذا في علب جاهزة وإنما الفنان يخلط هذه الألوان ويمارس خبرته وكذلك يستفيد من كل ما حوله من خبرات سواء في فنانين مع فنانين آخرين أو من واقع تجاربها السابقة وبالتالي يستطيع الوصول إلى الدرجة اللونية التي يريد الحصول عليها هذا فيما يتعلق بطبعاً الفنانين التشكيليين والأعمال الفنية فيما بعد ذلك طبعاً أعزائي عندنا اللي هو تنوع الألوان والوسائط التي يستخدمها الفنانون ما بين ألوان زيتية وألوان مائية وألوان شمعية والألوان الشمعية على نوعين هناك أنواع طباشرية أو ألوان طباشرية وهناك ما هو يأتي بشكل زيتي كذلك هناك ألوان الأكريليك وغيرها ولكل لون تأثيره المختلف والملموس على سطح اللوحة هذه الأنواع من الألوان أعزائي الطلاب والطالبات ليست جميع أنواع الألوان بل هناك الكثير من الألوان الأخرى مثل الألوان الخشبية والألوان الأكريليك والألوان القواش وألوان الزجاج وألوان المعادن والكثير الكثير من أنواع الألوان الأخرى التي لا يمكن حصرها في زمن الحاضر أصبح مع المنتجات البترولية ومع الصناعات الحديثة هناك الكثير من المنتجات وأيضا الكثير من المسميات ولكل منتج خامات معينة أو أسطح معينة يستخدم عليها كذلك فإن دهان مثلا السيارات الخاصة بالمعادن يختلف عن دهان المعادن الأخرى التي تستخدم داخل البيوت أو التي تستخدم في الأواني من أجل الطعام فهنا فيه اختلافات طبعا بين هذه الألوان واختلافات بين استخداماتها ما بين استخدامات فنية وصناعية أو استخدامات نفعية للإنسان في حياته اليومية طبعا هنا وظيفة الفنان أن يضفي اللمسات الفنية ويضفي القيمة الجمالية على الأعمال المختلفة أو على الأسطح المختلفة وبالتالي يرفع من قيمتها الجمالية وأيضا من قيمتها المادية عندنا عزائي في الانتاج الفني في الفن التشكيلي النشاط رقم واحد تم رسم أحد المناظر الطبيعية في لوحتين باستخدام نوعين مختلفين من الألوان لنلاحظ الفرق بينهما ونحاول استكشاف ما هي الألوان المستخدمة في كل لوحة سننتقل إلى اللوحتين بشكل أكبر وأوضح فعندنا هذه هي اللوحة الأولى على اليمين واللوحة الثانية على اليسار طبعا لكل نوع من الأنواع الألوان نتيجة معينة فمثل الألوان الزيتية إذا استخدم معها زيت بدرة الكتان فإنها ستعطينا ألوان ذات لمعة جميلة وهذه اللمعة طبعا تعطي مزيد من البريق وأيضا من الزهاء في اللون أما بالنسبة لألوان الأكريليك وألوان القواش وهذه طبعا تعطينا ألوان مطفية ليس فيها لمعة وهذا يعتمد على نظرة الفنان وعلى ماذا يريد أن يقدم للجمهور أو للمشاهدين وأيضا ماذا يعبر به عن مشاعر هناك من يحتاج إلى استخدام اللمعة في الألوان لتعبير عن حرارة المشاعر وهناك من يستخدم فقط إطفاء اللون نظرا للمكان الذي سيضع فيه هذه اللوحة أو نظرا لما يعبر به عن مشاعره الداخلية فعندنا في اللوحة التي إلى اليمين على الشاشة سنلاحظ أن هناك مزيد من اللمعان في هذه اللوحة وأيضا البريق الألوان يتضح معنا وبالتالي نعرف أو نستنتج أن اللوحة التي على اليمين قد رسمت بالألوان الزيتية أما اللوحة التي إلى اليسار فقد تكون مرسومة بألوان القواش أو ألوان الأكريليك وبالمناسبة فإن ألوان القواش وألوان الأكريليك هي طبعا نفس النوعية تقريبا لكن في تركيبتها الداخلية كلا النوعين من الألوان يحتوي على مادة صمغ الخشب أو غراء الخشب الأبيض هذا الغراء طبعا كثافته في ألوان الأكريليك أقوى من كثافته في ألوان القواش فلذلك حينما نلون بألوان القواش فإن نتيجتها تكون أقل من ناحية الغمقان بالنسبة لألوان الأكريليك ألوان الأكريليك ستكون أقوى وأيضا تستخدم فيه الدهانات في البيوت على الدهانات الجدران الداخلية أو الخارجية هناك دهانات أكريليك إذن ليست فقط ألوان للرسم وإنما تستخدم في المجالات الصناعية أو في المجالات النفعية في حياة الإنسان اليومية نعود أعزائي إلى الشريحة فيه عندنا إنتاج اللوحات الفنية يقول كما يرسم فنانون آخرون أعمالهم الفنية على أسطح متعددة مثل الورق أو الجدران أو الأسطح الخشبية أو الزجاج أو غير ذلك من أسطح المتعددة والمختلفة ولكل سطح ما يناسبها من الألوان والفرش الخاصة به هناك طبعا لكل نوع من الألوان سمات وصفات معينة هذه السمات والصفات تتحتم على الفنان أن يستخدم نوع معين من الفرش حتى يحصل على أفضل النتائج فمثلا أفضل أنواع الفرش بالنسبة للألوان الزيتية هي الفرش الخشنة وذات الشعر أو الوبر القاسي حتى تستطيع هذه الفرشة أن تحمل اللون وتوزعه على لوحة الكامبس أما بالنسبة لألوان الأكريليك والقواش يمكن استخدام أي نوع من الفرش الفرش الناعمة أو الفرش الخشنة هناك أيضا ألوان أخرى تأتي في أنابيب نفس أنابيب الألوان الزيتية ونفس أنابيب الألوان الأكريليك والقواش هذه الألوان تسمى ألوان مائية يستحسن ويفضل حتى للحصول على أفضل أنتاجه واستخدام الفرش الناعمة جدا وهذه الفرش طبعا بسبب نعومتها وبسبب أنها تأخذ من شعر بعض الحيوانات فإنها تصبح غالية الثمن وأيضا لها نعومة عالية جدا وبالتالي تستطيع هذه الفرشة أو هذا الوبر الموجود في الفرشة امتصاص اللون ثم توزيعه على اللوحة من مميزات أو من صفات الألوان المائية أنها ذات طبقة شفافة فهي لا تغطي اللون الأبيض وإنما تعطي درجة لونية شفافة عندنا عزائي بعد ذلك في الشريحة اللي هو النشاط رقم 2 بالتعاون مع زملاء الصف لنقوم بعمل عدة تجارب حول أثر أحجام وأنواع الفرشة على أسطح اللوحات ثم نجمع صورا توضيحية لنكون بها عرضا مرئيا في شرائح توضيحية في عندنا هنا مجموعات من فرش الفرشة الأولى إلى اليمين ذات وبر ناعم ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل تستخدم من أجل التلوين بالألوان المائية أيضا الفرشة التي بجوارها إلى اليسار طبعا تستخدم أو هي طبعا من مادة خشنة ومن شعر خشن وهذه الفرشة لألوان ذات الكثافة والقوام الثقيل مثل الألوان الزيتية ثم بعد ذلك وظائف الفرش يعني الآن خلاص عرفنا أنه عندنا نوعين من الفرش فرش فيها ذات شعر ناعم وفرش ذات شعر خشن هذه الفرش الآن فرقنا بينها بشكل رئيسي عند الآن تصنيف نفس الفرشة الفرش بعضها مشطوف وبعضها قد يكون مدبب وهناك فرش عريضة فيه فرش لتلوين المساحات الكبيرة فيه فرش مدببة لرسم التفاصيل الدقيقة على اللوحات هناك أيضا فرش مشطوفة بعضها يستخدم للكتابة أو لرسم بعض الخطوط العريضة هنا عندنا أول فرشة إلى اليابين نلاحظ أنها ليست مشطوفة ولا عريضة ولا مدببة وإنما هذه تستخدم في رسم بعض العناصر النباتية هذه الفرشة للألوان المائية أكثر من الألوان القواش والأكريلك ولا تصلح أبدا للرسم بالألوان الزيتية كذلك الفرشة التي بجوارها هذه الفرشة ذات شعر ناعم وهي تأتي بشكل الفرشة المعتاد عليه هذه هي لتلوين المساحات بشكل أفقي أو شكل عمودي طبعا هذه توزع اللون وهي ذات شعر قوي يستطيع سحب اللون على السطح الذي نلون عليه مثل لوحات الكامبوس يليها بعد ذلك الفرش الدقيقة وهذه خاصة بإضافة التفاصيل أو الخط الخارجي للشكل أو الحدود بين بعض العناصر أو تلوين بعض التفاصيل الدقيقة سواء في رسم البورتريه أو في بعض التصوير التشكيلي من الطبيعة بكذا عزائي الطلاب وطالبات نكون قد تعرفنا إلى أن الفرش بشكل رئيسي تنقسم إلى فرش ذات شعر خشن للألوان الثقيلة مثل الألوان الزيتية ذات الكثافة العالية وهناك الفرش ذات الشعر الناعم للألوان مثل الألوان المائية ويمكن استخدام الفرش ذات الشعر الخشن أو ذات الشعر الناعم مع كل من ألوان القواش وألوان الأكريليك هذا فيما يتعلق بالنوعين الرئيسية للفرش وأيضا تعرفنا على أشكالها ما بين المدببة والمشطوفة والمستديرة وأيضا فرش تلوين المساحات ننتقل إلى بعد ذلك إلى النشاط رقم ثلاثة من أين يتم الحصول على الشعر الفرشة ولنبحث على الإجابة طبعا أعزائي الطلاب والطالبات نحن اليوم في زمن لابد على الإنسان أن يحصل على المعلومة ويبحث عنها ولا يكون فقط متلقي فهنا بإمكانكم طبعا أعزائي الطلاب والطالبات عبر الإنترنت وعبر محركات البحث المختلفة البحث عن الفرشة باستخدام الكلمات المفتاحية مثلا شعر الفرش أو مثلا فرش التلوين بالألوان الأكريليك أو مما تصنع الفرش بإمكانكم كتابة صياغة السؤال على محركات البحث ثم بعد ذلك ستجدون الكثير من المعلومات هنا واجبكم أن تبحثوا في هذه المعلومات وتثقفوا أنفسكم من الناحية الفنية وأيضا من الناحية الثقافية يكون لديكم معلومات تعرفون كيف تصنع هذه الفرش ومما تصنع أيضا يوجد الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية التي تظهر لنا أنواع الفرش والتي تصنع بشكل صناعي بكميات كبيرة والفرش الثمينة التي ذات ثمن عالي جدا تصنع يدويا في بعض الدول شرق آسيا وفي أماكن أخرى من العالم نترك لكم البحث عن هذه المعلومة وهي واجب عليكم لكي تطوروا أنفسكم وتثقفوا معلوماتكم وتزيدوا معلوماتكم عندنا بعد ذلك اللي هو تعد الفرش من أهم الأدوات الفنية ومن المهم جدا الاعتناء بها بعد الانتهاء من استخدامها للاستفادة منها مرة أخرى كذلك لدينا هنا لوحة للفنان الروسي فاسيلي كاندينسيكي طبعا تجريد هذه اللوحة معروضة في معرض تيريتياكوف بموسكو في روسيا لنلاحظ أن هذه اللوحة طبعا من اللوحات التي أترك لكم أيضا تحليل هذه اللوحة والبحث في نوعية الألوان التي لونت بها استنتجوا أعزائي الطلاب والطالبات نوعية الألوان قبل أن تبحثوا عنها في الانترنت وبعد ذلك تأكدوا من خبراتكم ومهاراتكم في تحليل المادة أو الخامة التي لونت بها هذه اللوحة طبعا الآن ننتقل إلى الجزء العملي من هذا الدرس أعزائي الطلاب والطالبات أنا عندي هنا طبعا لي الرسم بي الألوان الزيتية نحتاج إلى اللوحات واللوحات هذه طبعا تكون بعضها جاهز مثل هذه اللوحة تأتي بهذا الشكل بمقاسات مختلفة بعضها كبير متر في مترين أو أكثر بإمكاننا نفصل اللوحات بالشكل الذي نرغب في الحصول عليه أيضا هذه اللوحات تحتاج إلى حامل وأنا حقيقة وجدت أنه فيه حل يجعل الفنان والفنانة يستطيعون حمل أدواتهم الفنية وألوانهم والفرش وكل ما يحتاجون إليه والبلتة معهم أينما كانوا فتوجد مثلا في بعض الأسواق حقيبة مصندقة بشكل خشبي مثل هذه يمكن الاستفادة منها بوضع الأدوات والخامات في الداخل وحملها سواء كان الفنان يطلع في نزهة أو يعني هذا الفنان يكون ذاهبا إلى سفر أو شيء تصبح جاهزة مع أدواته يستطيع حملها والتنقل بها وأيضا دون الحاجة إلى حمل الكثير من الأمتعة معه وإنما يحمل أدواته في داخل هذه الحقيبة المصندقة عندي الآن مثلا هذه القطعة الخشبية تساعد على تثبيت اللوحات خصوصا اللوحات الكبيرة ونحن نعرف عادة أن الفنان يحب أن تكون لوحته محمولة بهذا الشكل أو بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يستخدم الفرش الخاصة بالرسم أو حتى سكين الرسم في العمل على هذه اللوحات كذلك أعزائي عندنا لو رجعنا على الشاشة مرة أخرى عندنا مثال مثل ما ذكرت لكم يعني اللي هو الفرش من أهم الأدوات الفنية ومن المهم جدا أنه يكون الاعتناء بها يعني من الخبرات الرئيسية لدى الفنان عندي هنا قبل أن ننتقل إلى الفرش هذه اللوحة مثلا حينما أريد أن أثبتها هذه مرسومة سابقا وطبعا هذه مرسومة جزء منها بألوان الأكريليك وجزء آخر بألوان الباستيل الطباشيري لاحظوا الآن تثبيت اللوحة بهذه القطعة في هنا عندي برغي في الخلف يشد اللوحة في هذا المكان عندي هنا برغي في هذا المكان يشد اللوحة حتى يثبتها كذلك يوجد مجموعة من البراغي في اليمين واليسار هذه البراغي تساعدني في الحصول على الزاوية المناسبة عندما أفتح هذا الصندوق الخاص بالفن والرسم كذلك أستطيع حصول على الزاوية التي تناسب الجلوس بالنسبة للفنان أو التي تناسب وضع الفنان طيب هذه طبعا تثبت بالبرغي الموجود في هذا المكان وإذا انتهى الفنان من العمل بإمكانه أن يرخي هذا البرغي ثم يضع الأدوات في الداخل ويغلق هذه الحقيبة هذا عزائي فيما يتعلق بهذه الحقيبة ننتقل الآن إلى اللي هو عندنا الفرش وأنواعها وكذلك طريقة استخدام الفرش الفرش مثل ما نشاهد عندنا على الكاميرا القريبة هذه هنا طبعا مجموعة من الفرش المختلفة كما تشاهدون بعضها عادي شكله شبه المعتاد وهناك فرشة أيضا ذات شكل منتشر تساعد في رسم الخصائص الفنية أيضا عندنا فرش مدببة وفرش مشطوفة مثل هذه هذه الفرشة الآن تعتبر فرشة مشطوفة هناك فرش دقيقة أكثر واللاحظ أن الفرشة الدقيقة تكون دائما محفوظة بهذا الشكل حتى لا يتعرض الشعر اللي فيها إلى التلف أو يتأثر بالأشياء المحيطة هذه فيه أدوات الرسم بالألوان الزيتية كذلك عندنا سكاكين الرسم طبعا تأتي بموديلات وأشكال بعضها يباع بالحبة وبعضها يباع على شكل أطقم أطقم يعني مجموعات مع بعض أيضا عندنا البليت أو طبق الألوان مثل هذا الطبق مسطح نلاحظ هذا يصلح لإستخدام السكين وخلط الألوان بالسكين عليه ثم بعد ذلك توزيع اللون على اللوحة أيضا يمكن استخدامه للفرش ولكن هو طبعا أسهل الأطباق أو أسهل الوسائل في استخدام السكين يوضع الإصبع الإبهام من هذه الفتحة ثم يحمل بهذا الشكل ويخلط اللون سواء بالفرشة أو بالسكين ثم بعد ذلك يسحب اللون على اللوحة في عندنا أيضا أعزائي هنا هذا طبعا يعتبر من المواد الخاصة يسمى زيت بذرة الكتان وهو يعطي لمعة في التلوين حينما نضيفه للألوان ويخفف الألوان ويعطي لمعة ويسهل عملية سحب اللون على اللوحة عندنا أيضا أعزائي هذه المادة مادة الترابنتين طبعا هي مادة مستخلصة من نبات الصنوبر وهذه المادة خاصة بتنظيف الفرش وهي مذيب جيد لتنظيف الفرش وهي أفضل مادة عندنا أيضا مادة أخرى تسمى التنر هذا عزائي الطلاب وطالبات كان كل ما يتعلق بالخامات والأدوات الخاصة بالألوان الزيتية وهي طبعا هذه الألوان مكونة من مواد لونية مستمدة ومأخوذة من الطبيعة وتخلط بأنواع جيدة من الزيوت وبالتالي سميت الألوان الزيتية لأنه يدخل في تركيبها مادة الزيت هذه الألوان الزيتية تحتاج فقط إلى وصائط زيتية مثل زيت بدرة الكتان أو مثل زيت أو مادة الترابنتين وأيضا تنظيف يكون بمادة الترابنتين أو حتى بمادة الثنر أو ما يسمى الثنر هذا فيما يتعلق بتركيبها وطريقة صناعتها هناك أيضا طريقة أخرى نريد أن نضيفها لكم وتضيفوها إلى معلوماتكم وخبراتكم عزائي وهي عملية الحصول على الدرجات اللونية صحيح أن بعض العلب تحتوي على 24 لون وبعضها على 28 أو 48 لون لكن الفنان دائما يحتاج إلى درجات لونية قد لا توجد فيه العلب الجاهزة وسبق أن تعلمنا في المراحل السابقة سواء في الابتدائية أو في المتوسطة طرق خلط الألوان وتعلمنا أن هناك ثلاثة ألوان أساسية وأيضا ألوان محايدة لون الأبيض واللون الأسود وتعلمنا كيف نحصل على الألوان الثانوية وأيضا على الدرجات الأخرى التي تلي الألوان الثانوية أيضا تعلمنا كيف نحصل على درجات فاتحة من اللون بإضافة اللون الأبيض أو درجات غامقة بإضافة اللون الأسود طبعا الحصول على الدرجة لونية معينة يعتمد على التجريب باستمرار وعلى خبرة الفنان كلما كان الفنان والفنانة يجرب أكثر كلما زادت هذه الخبرة وكل ما حصل على نتائج أكثر جمالا وأكثر رونقا هذه يا عزائي الطلاب والطالبات طرق الحصول على الألوان التي لا توجد في العلبة أو على الدرجات اللونية التي لا توجد في العلب الجاهزة بالنسبة لهذا الدرس نكون قد وصلنا إلى نهايته أعزائي وبهذا سننتقل إن شاء الله وفي الدرس القادم سنتحدث عن الخامات والأدوات الأخرى وسيكون هناك أيضا مزيد من مقترحات لكم وبعض الخبرات الأخرى فيما يتعلق بالألوان الأكريليك والمائية وأيضا بالنسبة للألوان الزيتية دمتم بود وإلى أن نتقيكم في القادم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته